ملغات أو مؤجلة، هذا ما يجده ملايين الأمريكيين وهم يعودون من عطلة الميلاد أو يستعدون لعطلة نهاية السنة فإصابة أطقم شركات الطيران بفيروس كورونا اضطرتها لإلغاء مئات الرحلات يومياً في أحد أهم المواسم التي كانت تعول عليها لتجاوز الخسائر التي شهدتها هذا العام استغرق الأمر من شركات الطيران طوال هذا العام تقريباً لإعادة ترتيب القطاع بعد أن تلقت العديد من اللكمات القوية بسبب كورونا أولاً تراجع حركة السفر في بداية السنة ثم خسرتها عدداً من الموظفين الذين تركوا القطاع ثم تسريحها الموظفين الذين رفضوا الحصول على اللقاح وعندما عينت ودربت موظفين جدداً وباتت مستعدة في نوفمبر ظهر أوميكرون أكثر من مليوني أمريكي قصدوا المطارات كمعدل يومي في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الميلاد ونهاية السنة لكن لم يتمكن الجميع من بلوغ وجهته بسلاسة بعض المسافرين ممن حالفهم الحظ لم تتغير خطتهم في هذه العطلة لأنهم فضلوا وسائل نقل أخرى رغم التحذيرات من أن التجمعات الكبيرة أثناء السفر تساهم في انتشار المتحور أوميكرون بشكل كبير ستضطر إلى التعايش مع هذا إلى الأبد لذا أعتقد في هذه المرحلة أنه علينا قبول الأمر نوعاً ما والاستمرار في حياتنا والاستمرار في السفر دون تعقيدات وعلى عكس الطائرات لم تشهد حركة التنقل عبر القطارات في الولايات المتحدة التعقيدات ذاتها ومع ذلك تبقى شبكة القطارات محدودة في نقل المسافرين في بلد مترام الأطراف كالولايات المتحدة عدا عن أنها مكلفة وتستغرق وقتاً أطول ودعت شركة النقل المختلفة في البلاد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لأن يشمل موظفوها بقرار إلغاء الحجر الصحي في حال الإصابة بكورونا دون ظهور أعراض كما فعلت مع الأطقم الطبية حتى لا تصاب حركة النقل بالشلال أمينة سريريسكاينيوز عربية واشنطن ترجمة نانسي قنقر